السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن لخضر الإبراهيم الذي طعن في الثورة الجزائرية في حديث لصحيفة لوموند الفرنسية لخضر الإبراهيم لا أحد لا يذكر هذا الاسم وزير الخارجية الجزائري في فطرة الانقلاب على الإرادة الشعبية عام 92 مبعوث أممي مبعوث لجامع العربية مر على لبنان مر على العراق مر على أفغانستان مر على سوريا كلها محطات في مسيرته الدبلوماسية المخضرمة أمر آخر أنه كان الوجه الذي يستنجد به السعيد بوتفليقة كلما كان في حاجة لإظهار شقيقه المريض والعاجز الذي لا يقوى حتى على ممارسة احتياجاته الطبيعية في آخر أيام بوتفليقة استنجد به مرة أخرى في مارس 2019 من أجل حوار وطني بعد عدول عبدالعزيز بوتفليقة عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة وكان هدف ذلك المسار هو إنقاذ عصابة بوتفليقة أنذاك مثل في السعيد أو يحيى ومن معهم وما أكثرهم في نظام حاكم تحول من نظام في مراحل معينة لديه حسابات وإستراتيجية إلى عصابة تنهى بالمال العام غير أن ذلك لم يدم طويلا فسقط بوتفليقة وغادر الحكم بعد أن تدخل القايد صالح أنذاك وقاد المؤسسة العسكرية نحو مسار إنهاء العهدة الخامسة وحدث ما حدث وكل تعرفون نخضر الإبراهيمي الذي لا توجد أزمة مرة بها إلا وعثار الجدل آخرها مهمته في سوريا حيث لا يزال السوريون يذكرونه بعتاب كبير على تلك المهمة التي فشل فيها ولم يحقق شيئا وشاهدنا ما حدث بعدها وكيف سوريا غرقت في حرب أهلية وغرقت أيضا في احتلال خارجي وصارت الأراضي السورية ملتشة لكل من هبى ودد لخذر الإبراهيمي خرج على جريدة لومونت وتشاهدون في الصورة وذكر وهو يتحدث عن أفغانستان التي كان مبعوث لها وعين بين عامي سبعة وتسعين وتسعين مبعوثا أمميا لأول مرة في أفغانستان وعاد إليها أيضا في أوت ألفين واثناش لخذر إبراهيمي في مسيرته الدبلوماسية كان ممثل جبهة التحرير في جاكرتا في الفطرة من أربعة وخمسين واحد وستين أي في فضل إبان الثورة الجزائرية أول سفير للجزائر في القاهرة بعد الاستقلال مسؤول سامي في جامعة الدول العربية خلال الفطرة الممتدة من ربعة وثمانين واحد وثسعين مبعوث الأمم المتحدة في لبنان في تسع وثمانين مبعوث الجامعة العربية إلى لبنان في تسع وثمانين في دين وتسعين كان وزين خارجية كما ذكرنا من واحد وتسعين ثلاث وتسعين وهي مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخ الجزائر وتلك المرحلة هي التي تتحمل مسؤولية حرب أهلية دخلتها الجزائر عودت بحياة نحو ربع مليون جزائر وخسائر مادية تجاوزت في بعض التقديرات سبعين مليار وهناك من يتحدث ما بين ستين مليار دولار وسبعين مليار دولار وحدثت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان لا تحصى ولا تعد تعذيب مفقودين يتجاوز عددهم عشرين ألف مفقود إلى يومنا هذا لا يدري بهم أحد لذلك ما حدث في الجزائر في تلك المرحلة كان لخضر الإبراهيمي ممن يتحملون المسؤولية فقد كان دوره أنذاك العمل على تبييض الانقلاب الذي قاده ضباط فرنسا ضد الشادلي بالجديد وضد المسار الانتخابي الذي أفض إلى فوز جبهة الإنقاذ أنذاك بالأغلبية في برلمان في انتخابات ديسمبر 1991 وكان ما حدث أنذاك كل مشروع قاده خالد نزار والعربي بالخير وتواتي وتوفيق وغيرهم بينهم منهم ضباط فرنسا وبينهم أيضا من ضباط لا علاقة لهم بفرنسا وكان ذلك هو عملية الثورة المضادة أو الاغتيال المضاد لثورة أكتوبر 1988 التي في بدايتها أودت بحياة أكثر من 500 شاب جزائري في مظاهرة أكتوبر 1988 وبعد ذلك دخلت الجزائر في حرب أهلية دامية كلها كان مخطط لها من طرف من يسمون ضباط فرنسا وفيهم كما ذكرنا خالد نزار والتواتي والعربي بالخير ومحمد العماري وغيرهم وقد بلغ عددهم أنذاك 11 جنيرال كلهم تخرجوا من الجيش الفرنسي والتحقوا بجيش التحرير في الأيام الأخيرة من الاستقلال لخضر الإبراهيمي قال في هذا الحديث لمجلة لومون تشاهدون في الصورة ذكر لهم أثناء الحوار على أن ما حدث في أفغانستان ليست هزيمة عسكرية إنما هو مثل ما حدث للفرنسيين والجزائر معناها أن فرنسا غادرت الجزائر بمحظ إرادتها ولم تكن هزيمة عسكرية وهذا تجني كبير على التاريخ لأن ديغول لما جاء وقام أولئك الضباط فرنسا ضباط الجيش الفرنسي أنذاك في العمل على إيصال ديغول إلى الحكم كان هدفه الأساسي هو سحق الثورة الجزائرية فعمل ديغول كل ما في وسعه عمل كل ما في وسعه عسكريا وعندما ظهرت له بوادر أن العمل العسكري لن يقضي على الثورة لجأ إلى مشروع الإغراء الاقتصادي فيما يسمى مشروع قسانتينا الذي وضع له 100 مليار فرنك فرنسي وقد حاول من خلال ذلك إطلاق وعود اقتصادية والمساواة أيضا حتى في الانتخابات ما بين الجزائريين والفرنسيين وما إلى ذلك من هذه الأمور إلا أنها باءت بالفشل حيث أنه لما اعتلى الحكم كان يستعد لإحتفالات 14 جوليا 1959 كإحتفال استثنائي وكان يستعد أن يعلن في ذلك التاريخ نهاية التمرد كما يسمونه بل نهاية الثورة الجزائرية على المستعمر الفرنسي حيث بعدما أدرك بأن الخيار العسكري لا يمكن لوحده أن يقضي على الثوار لجأ إلى الخيار الاقتصادي وتوهم بأنه بتلك المشاريع والإغراءات وفتح أبواب الشغل وما إلى ذلك سيجعل الجزائريين لا يلتفون من حول الثورة ويعودون إلى أحضان فرنسا بل أن ديقون لما جار الجزائر في عام 1959 ونزل إلى الأهالي وتكلم مع ضباط وضباط الصف اكتشف الكذبة الكبرى التي كانت تأتيه عبر التقارير من قادة الجيش في الجزائر قادة الجيش الفرنسي من الجزائر على أساس أن شعب الجزائري غير ملتف من وراء الثورة وأنها عبارة عن متمردين وفلاق كما يسمونهم ولا يمكن أبدا أن يحدث شيئا غير أنه صدم بأرض الواقع عندما السمع من الجميع حتى من العسكريين الفرنسيين كلهم يطالبون بوقف الحرب لأن فرنسا دفعت الثمن غالي جدا في حربها مع ثوار الجزائر ومن يقول غير ذلك فهو يفتري فرنسا التي قتلت الملايين من الجزائريين على مدار احتلال 132 سنة هل ستغادر هكذا بمحظ إرادتها وتسلم الجزائر إلى الجزائريين؟ لا أعتقد ذلك بل أن ديغول حدث تمرد عليه في محاولة انقلابية حيث أن العسكريين اللي جابوه للحكم لسدة الحكم حاولوا ينقلب عليه من أجل فقط إنقاذ مشروحهم المتمثل في الجزائر الفرنسي حاول ديغول بكل ما في وسعه عسكريا وإقتصاديا وسياسيا واستخباريا وبكل الوسائل إنقاذ الجزائر الفرنسية ولكنه وصل في النهاية إلى قناعة أنه يجب إنقاذ فرنسا الأم كما يكتب المؤرخون ولذلك أعلن في 19 سبتمبر 1959 عن حق الجزائريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع فرنسا هزمت شر هزيمة لأنها على مدار سبع سنوات من الثورة وعلى مدار 32 سنة من الاستعمار خرجت الكثير من المقاومات ضد المستعمر الفرنسي فنجحت في سحقها من ثورة الأمير عبد القادر وثورة بعمامة وغيرها من الثورات التي جاءت عبر التاريخ وعملت كل ما في وسعها من أجل تغيير هوية الجزائريين لكنها لم تفلح في ذلك أبدا فحافظ الجزائريون على انتمائهم وارتباطهم بوطنهم حافظوا على لغتهم حافظوا على دينهم حافظوا على قيمهم ولم يندمجوا أصلا رغم كل المحاولات الاندماجية التي قامت بها فرنسا لذلك ديغول أخيرا أقر بهذا الأمر وبدأت مفاوضات إيفيان والكل وبعد ذلك تم إعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1961 وبعد ذلك استقلال الجزائر في 5 جوليا 1962 من يقول غير ذلك فهو يفتر على التاريخ ما قام به الإبراهيمي ليس غريبا أولا يعطي لك نموذج عن من تولوا المسؤولية في الجزائر يعطي لك نموذج عن عقلية الذين أدخلوا الجزائر في أوتون حرب أهلية مات فيها الجزائريون وبقرت بطون الحوامل واقترفت المجازر خلال التسعينات يعطيك أيضا نموذج آخر عن الناس ليوصلوا لدرجة القيام بمهام دبلوماسية فأغلبهم إن لم أقل كلهم لديهم مواقف مناوئة لأمتهم ومناوئة لأوطانهم هذا الطعن من طرف الإبراهيمي الذي هو من موليد 1934 وصار عمره 87 سنة أعتقد بأنه ليس تخريفا بل هو تحريف للتاريخ ومحاولة التقرب بين دوائر في فرنسا وأيضا التقرب أيضا من بايدن بعدما حاول التقرب من قبل منبوش في صحق العراقي وتدميره لخضر الإبراهيمي لقد أهتيت ببهتان كبير وليس مستغرب عندي على الأقل فما قمت به في سوريا حيث الشعب السوري يصحق من طرف نظام الأسد ولكنك أثناء قيامك بالمهمة لم تؤدي ولم تعلن أي موقف يكون لصالح الحق والحقيقة ولكن عندما غادرت المشهد صرت تقول وتدلي بصوتك في مجالس لكي تبقى دائما في المشهد الإعلامي لأن الجزائريين اللي يعرفهم ليه وخاصة اللي كانوا يتولوا مسؤوليات عندما يغيبون عن المشهد الإعلامي وفي التقاعد يصابون بنوع من الخرف وبنوع من الغضب وتكون عندهم دائما رغبة في العودة إلى المشهد الإعلامي وإثارة الجدل ولو كان على طريقة من تبول في زمزم أكرمكم الله كي يتناقل الأعراب شهرته وإسمه ما قاله الإبراهيم فيلومونت ليس الحقيقة أبداً فرنسا لم تجد من خياء لسحق الثورة إلا أن تغادر الجزائر فقد غادرتها مهزومة ولكنها نجحت في أمور أخرى بسبب أجيل صنعته بين الجزائريين ولعبوا بعد ذلك دور في تدمير الجزائر العظيمة وإيصالها إلى هذا الحال كما تعلمون وتشاهدون لن نستغرب أبداً فما هو آت على ألسنة هؤلاء مستقبل أنبق على قيد الحياة سيكون أسوأ مما قاله لخضر الإبراهيمي الذي كان مكان وصار إلى ما صار وفي النهاية مزبلة التاريخ تنتظر الكثيرين لأن إرادة الشعب الجزائري هي التي فرضت نفسها إبان الثورة وستفرض نفسها على من يحلب في أوان باريس على حساب أبناء ابن باديس نكتفي بما قلناه حول هذه الكذبة الكبرى التي أطلقها أحد الدبلوماسيين الجزائريين والتي تكشفه عن حقيقة رجال دولة مروا عبر مراحل وكانوا بالأمس فقط القريب يقفون ضد إرادة الشعب الجزائري في التغيير من خلال الحراك الشعبي الأصيل والتاريخي والعظيم وهاهم الآن بأنفسهم يكشفون عن ما في صدورهم من غل حتى لإرادة شعب دفع أكثر من مليون ونصف مليون شهيد من أجل أن تتحرر الأرض ويحمى الأرض نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله